بس يعني اوكي غريبة فعلا بص انها وانت بتتكلم مع حضراتكم فعلا لما ديجي بص الترتيب النهائي حتى ان ساد يومانيه في الترتيب التاني في حين ان جي ابننا محمد صلاح في الترتيب الخامس كافضل خمسة لعبين على مستوى العالم ويعني من زاوية اه لطيف ان محمد صلاح طبعا محافظ على مستوى وبيحافظ دايما على تواجده ضمن المجموعة الاهم من لعبي العالم في كرة القدم والمناسبة هو كان السنة اللي فاتت في المركز السابع ففيه تقدم مركزين السنة دي لكن برضو نرجع ونقول يعني لما نبص دي الانجازات اللي حققها محمد صلاح بالمقارنة بانجازات ساد يومانيه على الصعيد الفردي يعني كمحمد صلاح افضل هداف وافضل اسسته ومجموعة كبيرة جدا من الجوائز المختلفة اللي حصل عليها من انجرترا سواء من الرابطة او من الاستفتاءات الجماهرية اللي كل شوية بتتعمل ارقام اللي بيحطمها كل يومه التاني ارقام قياسية واعلى بكتير من الارقام اللي حققها او اللي حطمها حتى ساد يومانيه زميله في نفس الفريق طبعا قبل ان ينتقل الى بايرن ميونيخ فغريبة جدا ان مانيه يكون في المركز التاني وصلاح في المركز الخامس شيء عجيب يعني على كل الاحوال برضو نرجع ونقول شيء مشرف ان محمد صراح الخامس عالميا في اقوى استفتاء كروي على مستوى العالم شيء عظيم ونتمنى ان هو كمان ان شاء الله في النسخ القادمة يتقدم في المركز دغاية لما يبقى هو صاحب المركز الاول هقولك على حاجة انا يعني من الناس شوية اللي بحب الموضوع يبقى فيه عدل يعني انا بحب العدل بصراحة لو احنا هنتكلم اه طبعا صراح دلوقت يا كريم عالي مركزين ويتشز اكيد كلنا سعداء بلا بس برضو لما ايجي اتكلم برضو وليس دفاعا انت بتتكلم بلغة المنطق صلاح لو احنا هنتكلم بلغة الارقام والمنطق لا هو تظلم لان هو احنا مش شايفين معايير يعني هي المعايير على اي اساس تاني هي الجايزة بالارقام الفردية ولا الجايزة بالارقام الجماعية ولا هي بايه بالزبط ده سؤال يعني خيام برضو لو حنتكلم ليه اقول لحضراتكم ترتيب صلاح ونرجع كده بلغة الارقام فاخر اربع نسخ هو احتل المركز السادس ده كان 2018 الخامس 2019 والسابع كان 2021 وزي ما حضراتكم عارفين 2020 طبعا اتلغت الجايزة بسبب يعني الكورونا والسنة دي احتل صلاح المركز الخامس طيب جاء القايمة كانت ايه برضو حضراتكم من القايمة تقدروا يعني الناس برضو لها حكم القايمة جات من الافضل ازاي بنزيمة بعد كده ساديو ماني بعد كده دي براين بعد كده ليفاندوفسكي وبعد كده محمد صلاح اسمع كلها كبيرة كريم ولكن برضو بلغة الارقام انا ستيل مش عارفة المعيار الاساسي ايه هو اشتركوا في القناة